السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة ان شاء الله تعالى هناخد ماي ومايت طيب ليه كده؟ والله سهلين من الصعبين أبداً ليه الطلبة واخدين موقف منهم مع انهم في غاية السهولة تعال كده اسمع وانت هتحكم بنفسك ماي الماضي بتاعها مايت وبيجب أكتر من معنى ممكن يجب معنى ربما أو بمعنى قد أو بمعنى ممكن وسواء ماي أو مايت اتنين ممكن استخدمهم في الماضي أو استخدمهم في المضارع أو استخدمهم في المستقبل وماي ومايت بيجي قبلهم الفاعل ويجي بعضهم الفعل الأساسي بدون أي إضافات الفعل اللي بيجي بعضهم مفهوش أي زيادة وعا تجيب بعد ماي أو مايت ده غلط لان ماي ومايت ما بيجيش بعدهم تو فقط بيجي بعدهم الفعل الاساسي بدون اي اضافات وماي ومايت ما عندهمش اي مشاكل مع ضمائر الفاعل بيجوا مع كل ضمائر الفاعل ما فيش اي مشكلة معهم بيجوا مع اي وهي وشي وات ويو ويو وذاي طيب ايه الفرق بينهم؟ علشان نعرف الفرق بينهم لازم الاول نعرف احنا بنستخدمهم في ايه واستخدامات ماي ومايت سهلة جدا هناخد اشهر استخدامين واكتر استخدامين بيجوا معنا في الامتحانات يا اما بنستخدم ماي ومايت عشان نعبر عن اذن او ترخيص لشيء او طلب مؤدب يا اما بنستخدمها عشان نعبر عن امكانية او احتمال حدوث فعل يعني الفعل ده ممكن يحصل او الفعل ده احتمال يحصل تعالوا نشوف الاستخدام الاول زي ما قلنا ماي ومايت بنستخدمها لما بنيجي نستأذن او حد يزلن احنا بحاجة او يرخص ويسمح لينا بحاجة او لما نيجي نطلب طلب بطريقة مؤدبة زي لما نقول يعني ممكن استعمل تليفونك هنا ماي جات في صيغة سؤال وهنعرف ان شاء الله تعالى بنعمل السؤال ازاي بعد شوية هنا بيستأذن من حد ويطلب منه انه يستخدم التليفون بتاعه وممكن برضو في نفس الجملة نستخدم مايت ونقول وبردو ليها نفس المعنى ممكن استخدم تليفونك هنا بيطلب حاجة بطريقة مهذبة وبيقول هي ممكن تسألك شيء او برضو نستخدم مايت وهنا برضو بيطلب طلب بطريقة مؤدبة وبيقول هل ممكن اني ادعوك الى الحفلة او برضو ممكن استخدم مايت هنا بيطلب بطريقة مؤدبة انه يشرب قهوة يعني يمكنك ان تغادر الان هنا بيأذن لحد او بيسمح او يرخص لحد انه يمشي دلوقتي وزي ما احنا قلنا جي قبلها الفاعل في صورة ضمير وجي بعدها الفاعل الاساسي بدون اي اضافات يعني هم يمكنهم مسموح ليهم او مرخص ليهم انهم يتناولوا قطعة اخرى من الكيك جي قبل ماي او مايت الفاعل اللي هو عبره هنا عن ضمير ويجي بعديهم الفاعل الاساسي بدون اي اضافات هنا في الجملة بيرخص لجين بيسمح لها بيأذن لها انها تذهب الى السينما اليوم بيقول جين يمكنها ان تذهب الى السينما اليوم نيجي بقى التاني استخدام لمي ومايت وهو اني بتكلم عن احتمال ان حاجة تحصل ممكن ان الحاجة دي تحصل وفي الحالة دية مي ومايت بيبقى ليها ثلاث سور او ثلاث اشكال باستخدامات مختلفة اول صورة المي ومايت انها تيجي وتتكلم عن احتمال حدوث فعل الفعل ده احتمال انه يحصل ممكن انه يحصل في المضارع او المستقبل يبقى الفعل دوت احتمال حدوثه يعني اما يكون في المضارع او المستقبل وفي الحالة دية الشكل بتاع مي ومايت بيكون نفس الشكل اللي احنا قلنا عليه قبل كده يعني بييجي قبلها الفعل وييجي بعدها الفعل الاساسي بدون اي اضافات زي لما نقول ممكن استخدم مي او ممكن استخدم ميت يعني ربما تمطر غدا هناك اني بقول احتمال ان المطر تمطر ممكن ان المطر تمطر غدا يبقى انا هنا بتكلم عن احتمال نزول المطر في المستقبل لاني بقول بكرة يعني ربما نذهب للحديقة بعد العشاء يبقى هنا كاننا بنقول احتمال اننا نروح للحديقة ممكن ان احنا نروح للحديقة بعد العشاء يعني ربما اتأخر هذا المساء يبقى انا هنا بتكلم عن احتمال اني اتأخر هذا المساء ممكن اني اتأخر هذا المساء يبقى انا هنا بتكلم عن احتمال اني ممكن يحصل في المستقبل مونا ممكن استخدم مي او ممكن استخدم ميت يعني مونا ربما تذهب الى الحديقة الليلة يبقى انا هنا بتكلم عن اني مونا احتمال او ممكن انها تذهب الى الحديقة الليلة واخدوا بالكم ان تركبت الجملة جي قبل مي او ميت فاعل هنا الفاعل اسم مونا وجي بعدها الفعل الاساسي بدون اي اضافات تاني صورة عندنا المي او ميت لما اجي اتكلم وعبر عن امكانية او احتمال حدوث شيء في الماضي يعني بقول ان الشيء ده احتمال انه حصل حصل خلاص في الماضي ممكن الحاجة دي انها تكون حصلت حصلت خلاص في الماضي وفي الحالة دية مي او ميت يجي بعدها الفعل الاساسي هاف يبقى مش اي فعل اساسي يجي هنا ادام بنتكلم عن الماضي يبقى لازم يجي بعدها الفعل الاساسي هاف وبعدها التصريف التالت للفعل يبقى انا هنا لو جيت اتكلمت عن امكانية او احتمال حدوث شيء في الماضي يبقى مي او ميت يجي قبلهم فاعل عادي ويجي بعضهم هاف زائد التصريف التالت للفعل زي لما نقول شيء ممكن استخدم مي او ميت هاف بنسليب يعني هي ربما كانت نائمة يبقى هنا بيتكلم عن احتمال انها كانت نائمة بيتكلم عن احتمالية في الماضي وهنا عشان بيتكلم عن احتمالية في الماضي جي قبل مي او ميت الفاعل اللي هو عبارة عن ضمير شيء وجي بعدها هاف وبعد كده التصريف التالت للفعل بي اللي هو التصريف التالت للفعل بي حاتم مي او ممكن استخدم ميت هاف بن ار يعني حاتم ربما كان مريض يبقى انا هنا بتكلم في الماضي بقول ان حاتم احتمال كان مريض يعني اين محفظتي يعني ربما تكون سبتها في الجاكت بتاعك يبقى انت هنا احتمال انك تركتها او ممكن تكون تركتها في الجاكت بتاعك بتكلم عن احتمالية في الماضي عشان كده جبنا قبل مي او ميت الفاعل عبارة عن ضمير هنا يو وجي بعدها هاف وبعد كده التصريف التالت للفعل يعني جورجي ملعبش كويس يعني ربما كان يشعر بالتعب يبقى انا هنا بتكلم عن ان جورجي احتمال انه كان بيشعر بالتعب في الماضي تالت صورة المي او ميت عن الاحتمالية وهو اني استخدم مي او ميت لما جي اقول ان الفعل ده احتمال انه يحصل ويكون مستمري في الحدوث ممكن انه يحصل ويكون مستمري في الحدوث دلوقتي او في المستقبل او ممكن استخدمها لما جي اتكلم عن امكانية او احتمال اني اخطط لفعل شيء وفي الحالة ديت بييجي بعد مي او ميت الفعل الاساسي بي وبعد كده الفعل مضاف لي اي ان جي يبقى انا هنا بستخدم مي او ميت قبلها فاعل وبعدها بي زائد الفعل مضاف لي اي ان جي في حالتين الحالة الاولى لو انا بتكلم عن احتمالية والاحتمالية ديت بتكون مستمرة دلوقتي او في المستقبل والحالة التانية اني اتكلم عن احتمال مخطط حاجة احتمال انك تكون مخطط لها زي لما نقول يعني ما تتصلش الساعة تسعة ونص طيب ليه في الوقت ده هتكون بتعمل ايه اي مي او ممكن استخدم ميت يعني ربما كن بتفرج على قرط القدم على التلفزيون يبقى انا في الوقت دوت احتمال اني اكون بشاهد قرط القدم ومستمر في المشاهدة في الوقت دوت على التلفزيون يبقى انا هنا بتكلم عن احتمال والاحتمال ده هيكون مستمرة في المستقبل لاني لسه الساعة تسعة ونص ما جاتش انا بتكلم عن حاجة لسه احتمال انها تحصل الساعة تسعة ونص جاب هنا قبل مي او ميت الفاعل اللي هو عبارة عن ضمير اي وجاب بعدي بي والفعل مضاف لي اي ان جي دان مي او ممكن استخدم ميت بي قامي جيت سكول ونفوت ناو يعني دان ربما يكون جاي للمدرسة وهو ماشي على رجله دلوقت يبقى احتمال الندان ممكن الندان يكون جاي دلوقت وهو ماشي على رجله وهو مستمر في الماشي جاي دلوقت للمدرسة سلمة مي او ممكن استخدم ميت بي جونجي تو ايرلند سون يعني سلمة ربما تكون مسافرة الارلندا قريب يبقى هنا في تغطيت احتمال انها تسافر قريب ممكن انها تسافر قريب فهنا الاحتمال مخطط طيب نيجي بقى لنا في may أو might ازاي ننفيهم برضو امرها سهل ما فيش اي صعوبة فيها كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنحط بعد may أو might not بس كده خلاص فلو جينا هنا مثلا للجملة ديت اللي احنا لسه واخدينها من شوية وعايزين ننفي may أو might كل اللي احنا هنعمله هنحط بعد may أو might not فتكون الجملة يعني لا يمكنك أن تغادر الآن يبقى أنت هنا غير مرخص ليك غير مسموح ليك مش بأذن ليك أنك تغادر الآن ولو جيت نفيت في الجملة ديت فهتكون يعني ربما ما كانتش نايمة بتكلم هنا في الماضي بقول احتمال إنها ما كانتش نايمة ممكن إنها تكون ما كانتش نايمة طيب لو أنا عايز أكون سؤال بمعنى هل على مي أو ميت هو بالضبط بيكون معناه هل ممكن أو هل احتمال لو أنا عايز أعمل سؤال بالمعنى دو هعمل إيه مفيش أي مشكلة كل لن هعمله مقص يعني مثلا دلوقتي الجملة ديت اللي إحنا لسه وغدينها من شوية لو أنا عايز أعمل عليها سؤال هعمل مقص هجيب مي في أول السؤال وبعد كده عندي هنا الفاعل عبارة عن ضمير إت ونزل بعد كده الجملة زي ما هي وفي النهاية علامة استفام فيبقى السؤال يعني هل احتمال إنها تمطر غدا؟ والجملة ديت عشان أعمل عليها برضو سؤال بمعنى هل هعمل مقص هجيب مي أو ميت في أول السؤال وبعد كده نزل الفاعل اللي هو عبارة عن ضمير شي ونزل باقي الجملة زي ما هي وفي النهاية علامة استفام فيبقى السؤال يعني هل هي ممكن تسألك في شيء؟ كده خلصنا استخدامات مي وميت نيجي بقى الأهم حاجة وهو إيه الفرق ما بينهم الفروق بين مي وميت سهلة من الصعبة هناخد منهم أهم ثلاث فرقات أول فرق بين مي وميت إن مي باستخدمها لما يكون احتمال حدوث الفعل عندي يكون قوي إمكانية حدوث الفعل تكون قوية يعني الاحتمال ده بتكون قوة حدوثه كبيرة إمكانية حدوثه بتكون كبيرة أما بالنسبة لمايت فهي العكس بيكون إمكانية أو احتمالية حدوث الفعل بتكون ضعيفة وما تقلقش لو جالك الفرق ده في الامتحان لأنه ساعتها لازم يدي لك حاجة تعرفك أن الاحتمال هنا قوي أو ضعيف زي لما نقول يعني بص للصحب السوداء دي ربما تمتر هنا خدنا مي مخدناش ميت لأن احتمالية نزول المطر كبيرة لأن هنا وجود الصحب السوداء أول من احتمالية نزول المطر يعني هو واقف على حفة الجرف ربما أنه يقع يبقى هنا استخدمنا مي لأن احتمالية وقود قوية لأنه واقف على حفة الجرف خلاص ممكن يقع احتمال أنه يقع يعني لذلك ربما يكون أكل بقية البيتسة أمس هنا لأن سامي كان جعان خلى احتمالية أنه هو اللي أكل بقى البيتسة احتمال قوي عشان كده استخدمنا هنا مي يعني هي أفضل من معظم الآخرين يعني لذلك ربما هي تفوز بالجائزة يبقى لأن هي أفضل وأحسن من معظم البقيين خلى احتمالية أنها تفوز بالجائزة احتمالية كبيرة احتمالية قوية عشان كده استخدمنا مي يعني الجو مشمس اليوم لكن ربما تمطر يبقى هنا بسبب أن الجو مشمس خلى احتمالية نزول المطر ضعيفة عشان كده استخدمنا ميت يعني رانا ما ذكرتش كويس لكنها ربما تنجح في الامتحان يبقى هنا لأن رانا ما ذكرتش كويس خلى احتمالية نجحها في الامتحان ضعيفة عشان كده استخدمنا ميت يعني نوها مراحتش الفصل يعني هي ربما كانت مريضة هنا نوها مراحتش الفصل ممكن تكون مراحتش لأي سبب من الأسباب أنا قلت احتمال إنها كانت مريضة وممكن تكون مكانتش مريضة فالاحتمال هنا ضعيف عشان كده استخدمنا ميت يعني إحنا مشغولين جدا لكن ربما نروح السينما النهاردة هنا احتمالية النوم يروحوا السينما النهاردة احتمالية ضعيفة شوية بسبب إنهم مشغولين جدا عشان كده استخدم ميت الفرق التاني بين ميت وميت وده تجي كتير معانا في امتحانات ثانوية عامة وهو إني باستخدم ميت في حالة إن أنا بفترض أو أتخيل إمكانية أو احتمال حدوث الفعل اللي هي من الآخر قاعدة if واللي هي هنا في الجزئية ديت بتفترض احتمالية حدوث حاجة مجرد افتراض لكن حاجة مش حقيقية أما may ما بنستخدمهاش في حالة افتراض أو تخيل إمكانية حدوث الفعل أو احتمال حدوث الفعل فهنا لو استخدمنا ميت في حالة افتراض إمكانية حدوث الفعل أو احتمالية حدوث الفعل ممكن نقول يعني هو لو ما كانش وقع ربما كان فز بالسباء يبقى هنا أنا بفترض احتمالية إن هو كان ممكن يفوز بالسباء لو ما كانش وقع يعني لو دفعوا لي أحسن ربما أعمل بجد أكبر يبقى هنا أنا بفترض إني أنا احتمال أعمل بجد أكبر بس لو هما دفعوا لي أكتر يعني لو أنت أسرعت ربما توصل في الوقت المحدد في الوقت المصبوط يعني يبقى هنا أنا بفترض احتمال إنك توصل في الوقت المصبوط بس لو أنت أسرعت آخر فرق معانا النهاردة إن شاء الله تعالى بين may you might هي إني بستخدم may في حالة التمني يما جاء أتمنى حاجة ممكن أستخدم may في الحالة دية may بتيجي في أول الجملة أما might ما أقدرش أستخدمها في حالة التمني زي لما نقول may you live safe يعني أتمنى أنك تعيش بأمان وزي برضو لما جاء أدعلكم كده دعوة وأقول لكم may Allah bless you يعني أتمنى أن ربنا يسعدكم أو زي لما تيجي تتمنى لحد حاجة يوم زواجه فتقول له may the love you share today grow stronger as you grow old together يعني أتمنى أن الحب اللي بتشاركوه النهاردة ينمو أقوى مع تقدمكم في العمر مع بعض يارب تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة أشوفكم إن شاء الله تعالى على خير في الفيديو اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة